مساء الفل أهلا بالحبايب رمضان كريم كل عام وأنتم بخير يا حبيبي طبعا أنا ما بحكي عن المسلسلات مش اختصاصي لكن يعني في ناس عم يسألونه أنه شو هذا لون الغناء اللي هو هلأ موجود بمسلسل عاص الزند من النجم العربي الكبير الأستاذ تايب حسن نحكي شوي هلأ كل عصر في قلو لغة بالمغنى في الشعر في اللباس يعني طقوس بتمر على الإنسان يعني والتجديد حلو لكن هذا اللون اليوم لهذا اللي فيه النضال دي عاص الزند هذا المناضي العظيم عم يحكي لنا قصة عايام الأقطاع عايام العثمانيين وعايام 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 فهيدا المسلسل عم يحكي عن هذا الزمن اللي مضى يعني عن التاريخ كان في ظلم كان في جوع كان في مأساة فكان لون هذا الغناء هيك كان اللون كان يزا بدو يحكي قصة أو موجوع وبدو يحكي عن حالته شو يكون عاملين بنوال عتابة أو بشغلات شروقية أو كذا بنسمع هون اللي هون عاملين الأسازي داخل شويتنا هوا لكن عاطيك شخصية الغناء اللي هو البياتي نشوف نحنا هون بياتي وهذا الغناء يعني في نوح يعني واحد متقلم يعني غني ممكن يكون راعي ممكن يكون بيتعب ليل النهار لحتى يجد لقمياك لا يعني الحياة كانت قاسي كثير كثير فكان هذا اللون الغناء بيطلع معهن هيك حزين بتفكر انت شو هذا صبا شو هذا شو نغمت وشو كذا للا هو في بيات والبيات في نوع من البيات كتير بيقربك لأنه مقام الصبا يعني انت بتضيف نصف بعد بيصير صبا ما هو اذا بدون نصف البعد هو بيات فبتشوف محلات في البيات بتلاقي فيه حنام بتفكر الصبا وهو بيات هذا فعلا تاريخ قديم إننا نسمعه في البيعة نسمعه من الأجداد نسمعه من ستة الخطيارة هي رايحة تحش نسمعها النغمي هاي الساتة هادي موجودة وألف شكر لللي جابه فعلا هذا زكلي جدا أنه هادي من الماضي الماضي الحقيقي هادي من تراثنا القديم هادي من المعاناة أو هادي اللي سمعناها ونحن أطفال من الأجداد ومن القدامة اللي سبقونا وهي نغمة بيات ونغمة حنونة وحلوة والكلام جميل طبعا في تعديل بالموسيقى هادي هالتوزيعة الصغيرة الحلوة الجميلة طبعا يجي متاهة موجودة كلها قديمة موجود واحد بيسلطن هالنغمة وبيطلع شو عنده يعني كان موجود عندنا الربابي مشهورة الربابي سلطن على الرباب وكان يجي آلات قصبية من عائلة المنائي شموه شبابي يعني أو يجي الزمر مجلس يسموه يعني كل هذا من التراث الماضي حقيقة حقيقة من التراث الماضي واحد ممكن يغني لك على الربابي عتابة يسحرك حنون ومروا كتير وقدامة كتير مروا من هالأنواع هاي ورجعت وتطورت العتابة طبعا العتابة بقت الموال عتابة لكن كيف تطورت؟ تطورت بالقفلة تولت بالحبكة يعني هادي طورة الاستاذ مدية طورة ناصر شبس الدين إلي بيضة برا فؤاد غازي من سوريا مروان محفوظ سبيل ياسبك كثر بالنساء فقط صباح هي كانت سيدي بأنه هذا وهلا هيدا الموال موجود بالمسلسل هيدا شوفوا مغنيته صباح نفسه طبعا بصوت صباح الشديد بصوت صباح الشديد جميل نفس النغمي نفس الأبعاد يعني هلا إذا قصنا الأبعاد اللي مغنيته هاي المطربي بالمسلسل بتفكرة موطة ومغنيتها صباح لكن بصوت أجمل وأرقى طبعا ما بدنا نحكي طبعا الله يوفق الجميع لكن مسلسل للزند قصة جميلة والله يطول عمره لا تيم للي معه لأنه نعم يرجعون على نشوة الماضي الحقيقية ولو كان في ظلم وفي قصة لكن هي قصة حقيقية يعني مرت وناجحين كتير ونحن من هذه الشاشة أو من هالقنات المتواضعة بس كل الحب لكل فنان جميل بيحكي عن الماضي الجميل إن كان فن إن كان تمثيل إن كان قصة إن كان شعار وأنا أخص بالذكر النجم الكبير اللي هو الله أكبر بكل شيء نمبر ون هو الاستاذ تين حسين إذن يا حبيبي الموسيقى هي اللي بتتطور والموسيقى هي الأقدم والموسيقى هي الأجمل دائما والموال هذا مر من قديم لتلكم كيف في المعاناة كيف واحد بيغني بيات بيقلب نكفة صباح بيرجع على البيات لكن في بيات لتلكم في بيات كتير وشابه الصباح كتير والنغمة صباح وبيات بالمقاييس الموسيقية شكراً لزوءكم والله يهنيكم ونتمنى للجميع نحضر المسلسل الجميع نتذكر ماضينا نطلب من الله يكون حاضرنا هو الأجمل وبلدنا وكل أمتنا العربية والدنيا كلها تكون بخير ورمضان كريم على الجميع شهر المحبة شهر الخير وأهلاً وسهلاً لكم يا حبي شكراً 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 لكم